أعلنت وزارة السياحة والأثار الكشف عن مقبرة قائد الجنود الأجانب خلال أعمال الحفائر التي أجريت في منطقة أبو صير الأثرية جنوبي الجيزة وأشارت الوزارة إلى عثور البعثة الأثرية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات بجامعة شارلز على مقبرة يمكن تاريخها أو يرجع تاريخها للفترة خلال أواخر الأسرة السادسة والعشرين وأوائل الأسرة السابعة والعشرين كما لفتت إلى أن الاكتشاف يعد دليلا على أول عولمة حقيقية في العالم القديم